ترجمة نانسي قنقر حيث تأتي مشاركة مملكة البحرين في أعمال الدورة الأربعين لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب كجزء من جهودها المستمرة لتعزيز التعاون العربي في مجال الإسكان والتعمير ومناقشة البند الرابع على وجه التحديد والتي يقع تحت عنوان المستجدات بشأن الموقع الإلكتروني لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب تصميم قاعدة البيانات والمعلومات لتفعيل أهداف المجلس وثمن وفد وزارة الإسكان والتخطيط العمرانية الجهود المبذولة من قبل وزارة الإسكان والتعمير بدولة ليبيا التي ميزت هذه الدورة وتكللت بقرارات من شأنها توطيد العلاقات العربية في مجال الإسكان والتنمية المستدامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر